موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم راح نعرض لكم بحلقة اليوم أبرز ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة حتى تططونا أراءكم بالمواضيع اللي احنا نطرحها أو بالمواضيع اللي انتو تريدون تحجون بها أرقام البرنامج أسفل الشاشة أي شخص يقدر يتصل بيهن بأي لحظة من لحظات برنامج اللي ما يقدر يتصل لأي سبب كان الرقم الأخير الجوال اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا رسالة واتساب نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدينا كرام نبدي ملفاتنا وأول ملف ويانا هو ملف الطائفية واستخدام أساليبها على يد البعض من الأشخاص خلونا نكون صريحين ما نقول لكل البعض اللي يحاولون أن يرجعون بالعراق ويعودون به إلى المربع الأول انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يطلعون بمجموعة من الأشخاص اللي ما عرف ليش بهالتوقيت وليش بهالطريقة وهل أكواحة دافعهم لهالشي لولا المهم دولة دخلوا ساحة جامع أبو حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية بالعاصمة العراقية بغداد مارسوا أساليب طائفية وسبوا الصحابة الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأطلقوا شعارات طائفية الشي اللي تسبب باستهجان شعبي شبير على كافة مناصات التواصل الاجتماعي للحادثة واللي تسألت الناس منه يوقف فرضه له منه الجهة اللي رفعتهم لهالشي وبهالتوقيت هذا بالذات ليش وأكدوا أنه هاي الفتن يريدون يرجعون بها العراق إلى أيام القتلى الطائفي والتهجير والسلب بالوقت اللي الناس تتساءل عن دور القوات الأمنية بملاحقة ذولة وهذا المحتوى اللي طلع ما يعتبره محتوى هابط ويدخلوهم للسجون خلونا نشوف التسوى السؤال اللي أريد أطرحه هناك شاهدكم شنو اللي رأي دي شنو اللي تردون من وراء هاي التصرفات وأريد أسأل الوزير أو الحكومة لما انفكرت بالمحتوى الهابط هذا المحتوى شنو ما راح يرجع العراق إلى الطائفية ما راح يرجع العراق بوقت الناس توهدت تعافى من هالموضوع وردا على هاي التصرفات طالبوا مجموعة من أهالي مدينة العظمية أن تكون وقفة أمام جامعة أبو حنيفة النعمان ردا على الإساءة بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض منهم المن يسعون إلى بث سموم الطائفية بين أبناء البلد الواحد وتدمير النسيج المجتمعي من جديد وراء ما بلش العراق يتعافى من شرور الطائفية اللي رسخها لاحتلالين الأمريكي والإيراني وجابها إلنا هالكتل والأحزاب والميليشيات اللي ولائهم مول البلد واللي بلشوا العراقيين يحاربوها بداية من الاقتصامات إلى ثورة تشرين خلونا نشاه قبل فترات انتو كلكم تعرفون هذا الكلام الطائفي احنا نرفضه وقدمنا طلب إلى مكتب السيد مقتد الصدر والسيد علي السستاني واثنين هم أرسلوا مبعوثين منهم وقالوا احنا نرفض هذا الشيء واحنا نعرفهم رابضين وهم بعيدين عن هذه التصرفات المنحرفة الشافة لكن الآن آن الأوان وصلت المسألة إلى رح ينفجر الوضع لازم تدخلون كبار القوم اليوم ندعو إلى وقفة بعد صلاة التراويح هذه الوقفة يجب أن تكون وقفة وطنية لأن الاعتداء ما صار على طائفة سنية فقط هذا اعتداء على الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اعتداء على كل المسلمين فيجب أن تكون وقفة وطنية جادة مشتركة أمام جامع الإمام الأعظم بعد صلاة التراويح ساعة بالعشرة دعوة إلى أهالي الأعظمية بالذات جميع المساجد بعد إكمال صلاة التراويح تعالوا توافدوا إلى جامع الإمام الأعظم يجب أن تكون لنا وقفة نرسل بها رسالة إلى وزير الداخلية وإلى رئيس الوزراء والجهات المختصة يجب محاسبة هؤلاء الفاسدين المارقين التصرفات الشابة كافية تكتفون بالشجب والاستنكار وبيانات هذا ينزل لبيان وذاك ينزل لبيان يجب أن تكون ردودكم على الواقع لا على المواقع لا تكتفون بمفيسبوك والتصريحات التمو إعلاميين انزل هذا الشخص يجب أن يعاقب قال كلمة أهم شي بالموضوع أنه يجب أن تكون الأفعال بالمواقع يعني على القاع مو بالمواقع الرفض ببحده ما يكفي الشجب ببحده ما يكفي التصريحات الإعلامية ببحدها ما تكفي أنا أدعو أي مسؤول وأدعو أي شخص يريد يخلص العراق من شرور الطائفية أنه ما يكفينا أنه أنت تطلع وتقول أنا أرفض هذا الشي ما يكفينا أنه أنت تطلع وتقول أنه أنا ما أقبل بهذا الشي هاي التصرفات هاي ترجع العراق إلى مربع نحن يريد نخلص منه العراقيين مصدقوا يخلصون من 2006 وال2007 فلا تخلون مثل هيش أفعال ترجع العراق لما عاش بال2006 وال2007 والسؤال اللي ينطرح هنا جماعة المحتوى الهابط اللي راكضي لي وراء شم واحد يعني مو يا ذولاك بالتأكيد إحنا بالضد من المحتوى الهابط لكن أكو هبوط أكثر من هذا الهبوط إضافة إلى ذلك أنه تتوقعون أن هاي الأفعال مثلا ما راح تهدد أمن البلد فكروا بيها شوي يا زين يا السياسين الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك عدنان السعدي نوافي قول على الجهات المختصة محاسبة هؤلاء لأنهم يفتحون أبواب الفتن على هذا البلد خالد الشافعي وين هم الأمن الوطني الداخلية لو قادرين بس على الفقير ومحامي علي الناجي قول جهاز الأمن الوطني أساتذة هذا متهديد للسلم المجتمعي وتجاوز على معتقدات الغير ونشر الكرح والطائفية بالبلد كل إحنا من قبل بهاي التصرفات ولا أي تجاوز من قبل أي طائفة أو أي دين عاشت إيدك وسام السنبسي الطائي قول رضي الله عنهم وأرضاهم يجب زج هاي النماذج بالسجن ويطبق عليهم أربعة أرهاب وكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع هذا جزء من التعليقات اللي اختارنا لكم حلقة هذا اليوم وعدنا اتصال من أبو عمر من بغداد حياك الله يا أبو عمر حياك الله أستاذ أفل وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام حياك الله أستاذ أفل إحنا طبعا شفنا هذا المقطع وشفنا هاي الأمور اللي قاعدة تصير عندنا بالعراق يعني حالها حال الحشد مني طبعا مناطقنا الحبيبة في بغداد إذا كان بالطارمية وإذا كان بديالة هذولا نفس المجاميع اللي يتابعين سلطة الأحزاب واللي يحاولون يهججون الطائفية بالعراق واللي يحاولون التغيير الديمقرافي اللي يصير عندنا بالمحافظات هاي لو أكو كان عندنا رئيس وزراء ومراجع لتابعين سستاني أو مغتد الصدر أو أي جهة يعني تقود هذول الناس المجاميع اللي خافون الله واللي يحاولون أن يرجعون المربع الأول مهما كان أمور أفعالهم مهما كان نواياهم المفروض على الحكومة وعلى الجهات المختصة اللي يتابعين اللي هاي الأحزاب وقياداتهم ومليشياتهم أنه ما يرضون بهذا الأمر العراق بلد من ألفين وكاثة سواء بسنته سواء بشيعته سواء بكرده مزيحه كل الطوافل عندنا بالعراق متأثرة من هاي الحكومة وحكومات الفازلة لكن احنا عتبنا على المراجع من يشوفون هاي الأمور اللي قبلها نفس المقالة اللي قالها باسم الكربلاء واللي سب الصحاب واللي سب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هاي المفروض إلى أكبرهم يقولون هاي شي فاشتترجع من ناس أطفال اللي محترماتي وقناتكم اللي قاعد يسبعون هذول الناس حتالة ناس يعني ما متربيين هذول الناس قلوبهم ممنية يعني من العقد من الكراهية من قاسية لعدهم يعني من يشوفون هم هيك أطفال مجموعة يدخلون على مكان نظير طاهر شريف وفي يعني دخول يعني قوات أمنية متواصلة بالباب المفروض كان بالكاميرات تحاسب هذول الناس لكن للأسف عندنا ماكوا عندنا حساب ولا عندنا قوات أمنية أنه تخلي هذا البلد بمان فيردون أنه البلد يبهيته بخربطة المشاكل الصيربية تهججها طائفية إحنا كعراقيين متحدين مع أخواننا الشيعة ومع أخواننا السنة والكرد والصابية ما عندنا هاي هاي الأمور راد على الميليشياتهم وسلطة أعزابهم ومهما ومهما رادوا أن يهججون الفتن والطائفية فنبقى عراقنا متوحد وشعب متوحد وأخي حب أخوه مثل ما عدنا بالشمال عدنا ابن الجنوب واحد يحب الله أما ذول الناس ورقتهم انتهت ما يبقون بالعراق يعني إن شاء الله مسيرهم إذا قريبا ينزالون ويرجع العراق أحسن وأحسن وهي شيء نوابس ما يشرفن بيهم وتحياتي إليك وقناة للرابدين البطلة شكرا لك شكرا لك الله أكو قضية مهمة لازم نحكي بها أنه الشعب العراقي من قالوا بلى هو عبارة عن مجموعة من القوائف مجموعة من المكونات مجموعة من الأديان كانوا متعايشين ومتآخين ومتصاهرين ببيناتهم وعايشين بأمان ورخاء من يوم يوم هم إلى أحد هاي اللحظة لكن عفوا من يوم يومهم إلى الألفين وثلاثة بعد الألفين وثلاثة بدنا نشوف أقليات وبدنا نسمع بالقوائف وبدنا نسمع هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي وهذا أربي وهذا ترطماني وهذا يزيدي وهذا صابقي وهذا مندائي وباقية الطوافذة مذكرتهم بدنا نسمع من وين وذولا من وين وذولا شنو وذولا شنو لكن مع ذلك شعب العراقي كان واعي حول هاي الأمور ورجع بثورة تشغين وبالاعتصامات القبلها وبالاعتصامات القبلها وبالاعتصامات القبلها ورفضوا الطائفية والحد هاي اللحظة رفضوا الطائفية فاحنا نرجع ونقول إنه نسأل القوى الأمنية أو المؤسسات الأمنية اللي موجودة بالعراق هذا المحتوى اللي نشر واللي شفتوها هسا بالحلقة أنتوا متعتبروه محتوى هابط لا لا عندنا قضية تسجيل المركبات بدائرة المرور كل شخص يشتري سيارة باس دراجة توك توك لازم يسجل باسم لي ضمان حقه وحق الدولة والعالم لكن حال المواطنين حتى يدفعون رسوم تسجيل هاي الدراجات أمام مصرف الرافدين هو الحال اللي راح تشوفوه ورا شوية ومدونين يمتعظون من الإجراءات اللي موجودة خصوصا أنه دائرة المرور بكربلة أده علم أنه الأيام الجاية راح تكون مزدحمة بالمراجعين للتسجيل ودفع الرسوم من المفترض زيادة نقاط الجباية وبأماكن مختلفة حتى يسهلون على الناس لكن هي موجودة بمكان واحد بس موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ضاعت معاملاتهم بسبب سوء التنظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او ضاعتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي تشوفوها المناظر اللي دا تشوفها وذول شوق تخلصون وأكو غيرهم لو لا وبكل دول العالم لما تروح تسجل مركبة أكو رسوم رسوم تدفعها هاي الرسوم تقر من دائرة المرور بالاتفاق ويا الوزارة ويا الحكومة اللي ديش هاد دولة بالعراق دائرة المرور أعلنت عن قيمة الرسوم الجمركية لكن أدنى أحد المواطنين يشكوا أنه الرسوم اللي دفعوها تكلفهم مبالغ أكثر من المعلن عنها من قبل دائرة المرور وينتقد تحميلهم الرسوم الجمركية اللي منه المفروض يدفعها اللي يدفعها المفروض المستورد اللي يدخل الدراجات والتكاتوك اللي المفروض يدفعها لما يطلع هاي المركبات من الميناء أو من المطار أو من النقاط الحدودية لكن هاد يصير شنو أنه المستورد مده يدفع فتحول الرسوم إلى المواطن لما نيجي يشتري أو يرقم يصير هذا الحال طبعا من يوم اللي نزلت بي مدرية المرور خبر أنه التكاتك لازم تسجل والدراجات أنا أتابع المرور وأتابع بنفس الوقت الناس اللي يتعلق والناس اللي بالشارع ونصدمت بالأسعار ونصدمت بالأشياء اللي انطلبت من عندها أكو واحد يقول أنا رح تكلفتني 309000 الشون كلفت 309000 هذا هنا رح يصير تناقض يا أخوان زين ليش المرور يطلع بالتلفزيون يحكي شكل وليش العالم منه تروح تنصدمه بهاي الأرقام زين القمرق ليش يتحمله أبو التكتك المفروض أبو التكاتك اللي دخلها وجابها للعراق هو يتحمل القمرق هس أنت من يجيب سيارة من الخارج عيني تتفقوا يا أبو المكتب هو يتحمل القمرق أنت تجي تأخذ السيارة جاهزة صح لو أنا غلطان الناس اللي تشتغل بالسيارات فإذا كان التفاق أنك تتحمل القمرق رح يوقع من سعر السيارة وإذا كان المكتب يتحمل كل شيء يبيع لك يا بالسعر اللي حطه هو شامل حتى القمرق زين ليش هنا أبو التكتك يتحمل القمرق الكلام اللي يحتيه الأخ هنا أنا صحيح لما تبيع سيارة أو أنت صاحب معرض أو صاحب شركة السيارات سيارات لما تجيك السيارة من الشركة المصنعة لهاي الماركة أو النوعية اللي يدفع القمرق والمستورة يدفع القمرق والترقيم ويكمل كل أمورها يجي المستهلك المواطن اللي يريد يشتري هاي السيارة يستلم السيارة برقمها يستلم السيارة بقمرقها يستلم السيارة بكل شيء ويدفعها لكن اللي دا يحتيه هنا أنا أنه المستورد ما لعلاقة المستورد دا يدفع فلوس دا يجيب توك توك مش قد سأره عشرة آلاف وخمسة عشر ألف ويبيعها ما لعلاقة بكل شيء يجي المواطن اللي يريد يسجل يقوله لها تعال يدفع القمرق لأن هذا الشيء اللي أنت لداخل بيدك ما مدفوع لقمرق يا ترى الخلل بالمواطن لو بيا أنا داعشي لو بهذا الشخص اللي عشالنا لو بمنه الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق ويانا مصطفى العراقي يقول السيد مدير المرور لو يفرغ منتسبين من المرور ويوزعهم على مراكز الشرطة يسجلون الدراجات وكل على منطقته يخلص من الازدحام ويوفر بالوقت ويحافظ على سلامة أصحاب الدراجات وليد خالد رحمن كلها بوك حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد المفروض يحاسبون التاجر اللي بيعهم بدون أوراق وموسى عبد الله يقول ماكو هيك أجور أجور الدولة المفروض أسعارها مشي عجيب على هيك دولة ومحمد الخفاجي يقول خلي تكونوا رسوم تدفع بدائرة المرور مو أكو حسابات ليش هذا الذل لهاي الناس شنو ذنبهم كبار بالعمر وصيام شوية خلوا الله بين عيونكم وأني عندي تساؤل لك تذكرون بالبصرة لما إن شاء الله أصحاب الدراجات والتكاتك دفعوهم غرامات إذا هي الدراجة أو التكتك ما مسجلات الغرامة دفعوها ما شنو عبد الرزاق من باب الحياة كلها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة كلها يا أستاذ أفهل تحية ودوم بس بالبداية قبل أدخل على موضوع التكاتك عارض على موضوع هذه الزمرة السافلة اللي دخلت الجامعة الإمام الأعظم نعم أستاذ أفهل إحنا يعني قبل الطائفية وقبل كل شي إحنا عراقيين وقلب على قلب فما نعرف ما نعرف هذا شيء السني هذا شيء عيي هذه إجتنا بعد 2003 وهذه دخيلة من أصحاب العقول المسمومة نعم وأصحاب العقول اللي متحجرة يعني العقول اللي أبد يعني شو مثل ما تقول مقفلة هذه فمتحجرة متيبسة هي اللي تزرع هذه بأن العراقيين أما كعراقيين ناس مثقفين يأيدون هذا الشيء فإحنا كنا راضي الآن كعراقي وشيعي والله لو كان الأمر بيدي والله يا أستاذ أفهل لو كان الأمر بيدي إلا ولو أكره الصراحة العرف وهذه لكن أخلي كل واحد معهم رجل على أربط رجلة منارة الإمام العظم ومنارة الإمام الكاظم وأفجة فجدية اللي يسويه الشغلات لأنه لأنه صراحة هذه دخيلة هذه أمور دخيلة علينا إحنا ما عندنا هذا الشيء ما عندنا هذا النفس الطائفي هذه دخيلة علينا فالمفروض مثل ما صدروا بالبداية المفروض على رجالات الدين سنة وشعة يسترقبون هذا وما يدونهم بالنسبة للموضوع التكاتف بالنسبة للتكاتف هذه إحنا نقول هي مظهرة حضارية يعني البلد مثل العراق بلد غني وهذه اليوم البلدان جاي تحدث على السيارات الكربائية يعني تجاه السيارات الكربائية طيب طيب هي مو مظهر حضاري أنت تقول عبد الرزام إذا كانت مو مظهر حضاري ليش الحكومة سمحت بالترخيص رقم واحد رقم اثنيا ليش ما تفكر الحكومة مثلا تعوض الناس تقولهم يا أصحاب التكاتف اللي ممرخصها وما مسجلة يجون يأخذون من شركة الشركة العامة للسيارات سيارة سايبة أي سيارة باقصات ميسرة بدفعة رمزية ويستحبون هاي التكاتف ويخلصون منها مو هي أستاذ أفد إحنا إذا ما عندنا أمور تنظيمية بالبلد أصير فوضى يعني هسنا الشوارع عمالتنا أنت تشوفها بتنجي يعني إذا تروح البغداد تبقى لك ساعة بالطابور فيا أخي إحنا البلد هو ما منظم ما مخطط إحنا الشوارع عمالتنا ما عندنا شوارع زيادة على الاستيعاب يعني اليوم السيارات ماكو تخطيط هوسة فوضى فهذه ترجع الوزير الداخلي المفروض هو وزير الداخلية يطيئ عاص لمديرات المرور غيرها بتنظيم هذه الأمور بو يعني الناس شي فوق شي يعني وكأنما يعني شوار مثل ما تقول هرج برج يعني مو بلد منظم وهذه فوضى هذه المفروض يكون تنظيم وبالترتيب بحيث تكون المراجع من يجي يكمل المعاملة مالتا هو مرتاح ما يتعب يعني ما يتعب لكنه وين تلقي هذا التنظيم إحنا مع كل الأسف هو بلد ميليشيات يا أصدر مو يعني ناس أصحاب اختصاص حتى يدرون هذا البلد تحياتي لك شكرا لك أخ عبدالرزاق المشاريع الحكومية لكل متفق أنه بيها فساد والفساد اللي موجود بيها مخيف والكل الآن عنده يقين ماكو أي مشروع حكومي أو الحكومة إلهئة بين فتح بهالبلد هذا إذا ماكو بيه بوغة الناشطين قاعدين للمشاريع هذه ولمسؤولين 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 ركبوا لص عدنا ناشط من النجا في طالب بمحاسبة المقاولين اللي اشتغلوا أو دايشتغلون على الطرق والأرصف بقضاء المشخاب لأنه هاي المشاريع دايصير بيها هدر بشكل شبير إلى المال العام إضافة أنه هاي المشاريع بسرعة واسطرع مالتها بسرعة البرق تصير بيها تخسفات بشكل شبير الشي اللي يدلل على أنه أكو مشاكل حقيقية بالأعمال المنجزة خلونا نشوف من شارع حيش شهيد الصدر بالمشار سبقوا أن بلغنا يقلنا لهم يا أخواننا يا مهندسين يا المهندس المشرف بالبلدية يا سياد تقاء المقام يا الأخوة بالأعمار الشارع خسف هذا اللي يواقف عليه آني ما حد يرضى يسمع دوركم رقابي المدير لازم يطلع من الدائرة ويطلع عراقي بيصير رقابي كافي قاعدة على الكرسي ما حد يرضى يسمعنا دعا هذا يسمونا الأعمار والترقيع عليكم السلام يا حبيبي هذا يسمونا الترقيع هذا يسمونا تلسيق هذا يسمونا المدير اللي ما يخاف الله والمقاول اللي ما يخاف الله المقاول اللي ما يخاف من الله يكون يخاف من المدير يخاف من رئيس الوحدة الإدارية هاي وين هجبالك القارب المقام من تطعب السيارة شو بالشارع هاي البلدية ما معقولة. ماكو واحد يجي يراقب. كون الله هننزل نفرحهم على موضع تعاقبهم. اكيد المقاورة اذا ما واحد فوقها راح يسي. ليش? هذا الشارع والمنهولة اللي غلقنا قبل كم يوم. فدعوتنا للسيد عبدالخالق رئيس الوحدة العدارية. اتحرك من كرسيك سيدنا وتعال حاسب. اكو مغارنا صناعة. تعال شوف بيع الشارع خسف. وهي ملايين الذنانير مع المدينتي. جاية تصرف وتهدر امام عنظار الجميع. الناشط لما حتش على هنا وسماها المنهولة اللي ما يعرف من الاخوان والاشقاء العرب شنية المنهولة اللي هي فتحة المجاري او شبكة صرف الصحي. هاي الفتحة الدارية سميها منهولة بالعراق. في كل بناء هذن الفتحات مع شبكات صرف الصحي خللون انبوب سمنتي قوي بحيث انه ما تغسف مني منه ويصرفه من اي مكان. هاي رقم واحد. رقم اثنين. هذا الرصيف مرصوف مقرنص اللي شاله بايده. والمقرنص اسهل منه ماكو. حط تراب جيب حادلة دوسي لتراب. دب بالمقرنص فوقا انتهت امورك. فتتخيل هاي البساطة اللي داعتشيك ياه احنا شفناها شون يصير. هاي البساطة خسفة. نبقى بالنجف مشاهدين يا كرام. وهنانا عدنا مواطن يرسلون تشقق او صدع. يعني بالعراقي فطر بنفق المختار. ويحذر من انهيار هذا النفق على رؤوس المارة من الناس. ويطالب بمحاسبة القائمين على المشروع اللي صار مصدر قلق يهدد ارواح المواطنين. محافظة النجف شفه كوبة قسم من بالله العظيم. شوف هاي لمن كوبة. شوف هاي لمن كوبة. عفوا. والدليل شوف المن كوبة. هذا النفق. هذا النفق شوف طلع على الخدمة. هذا السياج هذا السياج مبوي شوفه عن التبليد.شرفوا هذه جاي لشوفهو اخوان. نبوش. يا سيادة. حلو. هاذا نفق وهذا. السياج هاذا راح يقع على السيارات يجون زوار هنا نبيل مبني. يجون الموتى وهم سيموت هنا وياه. هذا الحمود من الكهربان اللي سمبت dall temer ورا راح يوقع ما باقي لشي وين الغيرة وين الانسانية وين اللي هذي تحشون بآيات القرآنية كله بس عجي حجيكم عمي بس ما عدكم شغل للواجه الله طبعا هذا السياج راح يوقع فننصح المواطنين ما ننصح المسؤولين عم لا تبون بهذا المؤنفق هاي وحدة اثنيا يا سيادة رئيس الوزراء المحترم بعد طبعا ما نسولف بيا المحافظة للمحافظ الرجل ما نعرف ما نعرف ما موجود هو يسولفنا هو يناشدنا هو يطلعنا سولفنا عليا ولا حسب لو واحد ولا اجل واحد النجف منكوب قسم بالقرآن يا سيادة رئيس الوزراء دسلنا لجان اندليها على الفساد اللي موجود والمستشري في محافظة النجف الاشرف هاي وحدة اثنيا يا مسؤولين محافظة النجف عيبها كبير عندما يجينا زائر يريد يروح للمقابر او يريد يروح يزور اهله وناسه ويموت بهذا النفق لانه ما يعرف شون الموضوع هاي الحال اللي موجود بالنجف ونطلع من النجف ونروح الى محافظة ديقار واللي لقينا ناشط هناك انتقد الاعمال بمجسر الحوالي الشمالي ويقول خلوا اعمد بالشارع الرابط بين الناصرية والكوت وقال شنها التصميم الهندس الفقير هذا ومن هو المهندس اللي صمم هالمشروع ومن هو المهندس اللي وافق على التصميم بالدوائر المختصة تعالوا نشوف اول مرة يشوف الدنجة بنص الشارع هذا طريق الشطرة هذا طريق الشطرة يشوفوه شو الشارع المساوى منه هذا الشارع هذا حوالي عشر متر منه الدنجة بالشارع انتم هاي الدنجة اللي هم سوينها بالجزر وسطية هناك هاي الجزر وسطية هناك مسوينها ولا مخلّن بالشارع، يعني المهندس الصممّة هذه الدنقة بنصر الشارع يعني ما فكرّ قالبوا يا شارع هذا يشد شارع خروع يعني الشارع مع طريق الشطر الناصرية انتهى الدمار بسبب هذه الدنقة هذه الجزر الوسطية يعني أنتم مهندسي المهندس المقيم المهندس الخطط المجسر طريقي الحاولي الشمالي لماذا ما انتم اتبهتوا على الدنقة؟ هذا مكان دنقة لهم سوينا بالجسر الوسطية وعبر الشارع لماذا خليتوها بنصر الشارع؟ يعني أنتم على المسافات، المسافات الرباط أنتم ما فكرتوا يعني الشارع، الشارع هذا الحيوي، طريقي الناصرية هذا انتهى الشارع هذا، وهذا نترك هذا المقتل الخيري المعاوض لقاء وأتمنى أكون إضاح من الشركة المقيمة الشركة المعتصم المشرفة على المجسر الحاولي هو في النصر المجسر الجنوب الحاولي جنوب التهبع سار المتنكي، هذا الحاولي الشمالي، وهذه الدنقة بالنصر، هذه الدنقة شفوها بالنصر يعني يجي الشارع بالليا بالليا، يطب قبل الدقاء هذه أول ما أشوف الدنقة من المجسر، نصر الشارع أنا، يعني الكلام سمعتك كله، بس بعدها عن الموضوع كله أكتصة بصف المجسر هنا لجذبة انتباهي تتخيل ده يبنون لك جسر أو مجسر جديد وبصفة أكتصة طب تضرب برك وطلعت نبقى بمحافظة الذقار لقينا بها شكوى الأهالي الناصرية من تلك العمل بواحدة من المجسرات في المدينة والذي يقولون العمل بيه بطيء جداً إضافة أنه العمل أكيد دفعت فلوسه أما عدد المعدات والمكينات والآليات اللي تستخدم لبناء المجسر هذا قليلة بالمقارنة وحجم المشروع فئة راليش شوفوا تشرب مالاتهم شوفوا القلاوات يعني اليوم مدير بلدية مدير طرق وجسور قيمة مقامية حكومة محلية هذا المجسر رح يندزور ورح يسير منذ المجسر الاسكان الصناعي طبعاً يجعل كلش بالتفاصيل قبل كان أنا حبارتين هسا نعمح حبارة واحدة المدركة واقفة هذا المجسر حدام إذا يساوونها باربع سنوات لوب خمس سنوات لوب سيس سنوات هذا المجسر رح يضغ وإنان شلون شارح هو منا الازدحام ورح يبدو الدوام ولا رمضان وشو بالازدحامات ريد نعرف عنه يعني أنتم نطيتون من حتول هاي الشركة ما يابس ألتوا الشركة أعمال مماثلة عدي عندنا نجازات سابقة ليش إحنا مجسرات الناصرية دائماً بي مشور بيه يعني عندنا هسا تقريباً أربع مجسرات كليات المتوقفات الزيتون توقف الأسكان توقف هذا توقف الأصلاح توقف إلى متى محافظة ذيقارة حاني حيث هو يقول ما تطعون أموال أدروا عندك نسبة نجازتي حتى 7% ماك نجاز عندك هو راح يتوقف المشروع وتالي ما تالي ابن الناصرية هو اللي متأثر متأثر هو اللي الخسران أسر يريد نشوفك والله العظيم لا ما أندس نتين لا ما أندس فني لا كوادر لا مراقبة يعني أنا سألت بعض من عدم جماعة قبل يومين والله يقول يجينا المتابعة يأخذ مالاته ويروح ولكن إنما ولا يسأل عند نسبة إنجاز أنا أقول لك شنو إنجاز ما تأكو هنا أنا أساس ما ما الدنقة وأكو أساس هنا ما الدنقة هذا الإنجاز الوحيد اللي شفته بل مجسر لأنه حتى الحفر ما مكملين حفرهم إضافة للآليات احنا شفنا واحدة اثنين ثلاثة واقفة ليورا ناس لما شافت هذا الإنجاز الحكومي الكبير بالمشاريع علقت على هذا الموضوع وأول تعليق من فيسبوك على الدر يقول فساده ما أكو رقابه والمشتكى إلى الله عمار الكاتب نعم النجف الأشرط منكوبة ومن يحاور ويوجادل في ذلك فهو إما فاسد أو مستفاد من فساده صدام الفتلاوي وتستمر مهزلة الرصيف والشارع هذا ما يريدون يتخصف الشارع فتعاد المقاولة للمسؤول والمقاول يتآكل المقرنص فتعاد المقاولة كذلك وبهذا يضمنون استمرار كسبهم من المال الحرام وأحمد عباس أفشل مشروع بتاريخ الناصرية والله كارثة دنقب نص الشارع شنو هاي العقول مهندسين ومقاولين والدنيا حارقينها ضحك على العالم فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع وعدنا اتصاد من أبو مالك من أمريكا الله يساعدك ساد إفل ويساعدك يا غالي صحية إليك لجميع كافر القناة ساد إفل يعني أنت والمشاهد الكريم أو الهراقيين يعني شنو اللي ينتظرون خدمات من هاي الكتبال السياسية من هاي الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية هذا كلها يعني ما أعرف حاجم مثل ما أقول حوار في شبك هاي حكومات الحالية والحكومات السابقة عبارة عن أحزاب وكثرة سياسية طائفية الله وكيلك يجول تحت مؤامرة مركبة إيرانية لتدمير العراق والبنية التحتية نعم لا خدمات لا تعليم لا صحة لا أبد ولا كهرباء هاي الكهرباء كنو قيمتها صالهم عشرين سنة ما قدروا يعيدوها نعم الكويت هالقدة عادوا الكهرباء بخلال شهرين وغذوها بالفترة اللي كانت عاطلة من البحر عن طريق الباخرة كنو هاي قادم هاي قادم وما الدولة بعدين موضوع الطائفية هو هذا نهج هاي الكهرباء السياسية من يوم من الاحتلال ولحد اليومنا هذا نعم هم نهجهم طائفي هم نهجهم لمقادلة الشعب العراقي بما بعضها وإلا هاي التطور اللي دخلوا للجامع ليش هما دول اللي دخلوا بكيفهم شوفوا شون الشون السياة دخلوا أصوال على أساس حتى قصر أنه القانون يحميهم نعم والذول مدفوعين من قبل أحزاب سياسية نافذة بالدولة وسياسين معروفين ولكن هاي تجي تعليمات من البرة من الإيران نعم نعم شكرا شكرا عليك أبو مالك حياك الله تعرفون ولكل شاهد بداخل العراق وخارجة أن الحياة بالعراق غلت وسعر المواد الاستهلاكية صار مو طبيعي ما دا نحكي أسا عن الأسباب فلا دا نحكي عن الدولار ولا عن استغلال التجار لكن الناس وخصوصا الفقرة مو لاقين يعيشون وأكو دائرة بالعراق اسمها مع الأسف دائرة الرعاية الاجتماعية اللي هي من المفترض أنه تهتم بالفقير قبل ما يحكي لكن وزير العمل قرر أن ما تسم زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية المن للمعاقين والعاطلين والعائلات الفقيرة لعد المن الزود ابن المسؤول لهذا عندنا هذا الاستهجان من أحد المواطنين اللي وصف الوعود الحكومية اللي نطوها ومنها شعارات دعم الفقراء شو وصفها بالكاذبة خلونا نسمع طبعا ما تجي بالعاقل ما تطبوا هنا ما الوزير العمل ما يمط زيادة للمعاوقين والعاطلين لمدة ثلاث سنوات ما تطبوا بعقلي ما الأسكت عن حقي لا بالله أنا موجبان يعني أنت لمدة ثلاث سنوات ما تريد تطيلها للعاطلين زيادة ولا للعوائل المتعففة أجيته وبوعود وخلفته وبوعود كم ومهما يكون الرجل ترى الرجل كلمة وزير العمل هذا شهر طاعة شهر الله خافه الله شوية رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني أجيت وعدتنا الريد الوعد مالك قلت راح أنطيكم زيادة للعوائل المتعففة وللمعاوقين وللعاطلين نحن نريد هن عمي وما نسكت وإنه وقفة وعلى كل شريف يطالب بحقه ولحد يقول لي اسكت كافي لا ما اسكت أنا موجبان أنا معاوق تاك رجل أستنكي في الطنة مئة وسبعين أستحي عيب زحمة وفشل هذا بلدي هذا خيري والله ما اسكت لو يطيرون هاي اللي أموت اللي اسكت عاد أطفال يباو وقول لي لا هذا أبونا ماسكت أي طالب بحقه أنا موجبان هاي كلمة من من أحد الأشخاص هو قالها هو أحد أشخاص ذو الاحتياجات الخاصة إذا إذا المعاق أو العاطل عن العمل أو الفقير أو الإنسان اللي ملاقي الدولة ما تدعم العادل ما تدعم تزيد رواتب رفحة لو تزيد رواتب البرلمانيين لو إلا يجينا واحد مثل انتشر السام الرائي ويقول أنا ما أقبل أتساوى ويا الشعب العراقي اللي هو وصفه بالبائس أبناء مدينة الناصرية بمحافظة ديقار من جانبهم أعلنوا مساندتهم ودعمهم لأصحاب الرعاية الاجتماعية بمطالبهم بزيادة رواتبهم ويطالبون حكومة السوداني بإقالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لعدم كفاءته بإدارة الوزارة دعونا نسمع نحن كناشطين كمواطنين داعمين لجماعة الرعاية الاجتماعية طالبين زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية مصوتين عليه قانون 2014 قانون 2014 مصوتين على راتب العاطلين سنة 420 نحن كناشطين داعمين لهذه زيادة رواتب الفقرة ونطالب محمد الشياء السوداني قالت أحمد الأسدي وزير رعاية الاجتماعية لينطلع يريد يضعف راتب المواطن الفقير فإحنا راح نحدد تظاهرة دعم وإسنات لأبناء الرعاية الاجتماعية أتمنى توصل لكل المحافظات نحن أبناء الناصرية جماهير الناصرية مساندين جماعة الرعاية الاجتماعية وإحنا مع زيادة رواتبهم أنا ذكرت شغلة وزير العمل أي حقه يعني الرجال ما عنده وقت يدير الوزارة ويفكر باهتمامات الوزارة عنده يسوي أعلانات بالجادرية للمطاعم فتتوقعوا يهتم بالفقير الناس لما سمعت هذا الشيء علقت على هذا الموضوع وأول تعليق قيانا من حسين الكعبي يقول نطالب بتطبيق القانون الحماية الاجتماعية بخصوص زيادة رواتب رعاية اجتماعية إلى 420 ألف ضمن قانون رقم 11 لسنة 2014 أحمد السعيدي على المستفدين أن يعلنوا رفضهم ويصعدوا من معارضتهم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة سجاد آل شبيب المفروض تصير وقفة مشرفة لإيصال مظلومية العاطلين والمعوقين بس إذا تبقى على مواقع التواصل ما راح يستجيبون للمناشدات ورعد رسام الركاب يقول خوية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ملت يسوي إعلانات مع المطاعم أرجو أن تعذر لأن علي لود هو هذا ما الوزارة فكانت هذه تعليقات الناس حول هذا الموضوع اللي هو عدم زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية من بلجيك مصطفى حياك الله يا مصطفى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ العزيز أخنا يعني هذول اللي صار لهم عشرين أو اثنين وعشرين سنة بيحكمهم بالعراق نعم وهو المشكلة ترى بالشعب لأن أنت هو حرامي هو أنت تدري بيه بمنطقتك انتخبك مثلا انتخبت أنت خلاص وعينك أو خلاك في هذا المكان ليه شبك تنتخبه وتبقون بصعديهم ومصعديهم صاروا عشرين سنة بالحكومة وبالبرلمان وبالوزارات وهو حرامي هل أنت خما هو دافع لك من جيبة دافع لك من جيبة لما نعينت ما دافع لك من جيبة يعني فأنت ليش تنتخبوهم عشرين وخمسة وعشرين سنة وبعض وفوق هذا كله بعض القنوات الإعلامية تلتقي بيهم يعني أنت تلتقي بيه هو أنت تتعرفون حرامي نعم أستاذ فلان والشيخ فلان ويخشونوا إياه وهم كلهم أبارة أن الحزاب هذه الهسة الددية نعم سواء كانت سنية أو شيعية والله العظيم بيناتهم ما عندهم أي مشكلة وكلها تضرب هذا الشيء بعد ما حد غشين نعم وناس أصابات يتقاسمون هذا الشيء بيناتهم نعم ويقعدون يطلع هو يتقون بيه يطلع يحكي على السنة أو يتقون بشخص شيعي يحكي على السنة أو سني يحكي على الشيعة هذا الآن ده طالبوا حقوق السنة وذاك الآن ده طالبوا حقوق الشيعة وهم بالليال يقعدون يتقون ويقسمون المغانب كلهم نعم وهذا ده يضحكون صار عشرين وثلاثين سنة على الناس الجهلة نعم وناس كل شي هو جهلة يعني ناس ما تفتهم يجي يضحكون عليه لو عيلا ابنه لو عيلا عشرة القرية هاي القرية كلها تضل عشرين سنة تلتقب بيهم نعم نعم يحكي طالبهم بالقنوات الإعلامية يعني لا تلتقب هاي النماذج صارهم عشرين سنة بالبرلمان وخمسة وعشرين سنة ويسرقون طلعوا حقيقتهم لا تلتقون بيهم هو شنو هسا أنتم منطلع أي قنوة إعلامية منطلعته حدش قال مثلا حدش على السنة وهو مثلا شيعي يعني هو فعلا دي يحكي وحاب جماعة الشيعة لا كذب بس هذول على مدعك وناس جهلة انتخب والله هذو دي يدافع السنة أو دي يدافع الشيعة وهم كلهم سراق بلد نهوم نخروف وعصابات ومافيات وسراق دي يسوون أشكال هنانا بأوروبة والله كلهم سيجون وكلهم عندهم بيوت وأرصده وسيارات يعني ما يصير احنا همين طالب الإعلام وبعض القنوات الإعلامية طبعا مو الكل يعني لا تنتق بيهم بعض لا تنتقب هذول النماذج وتسوي لهم صيت والناس هواي لأن جهل وما تكتنط وستنتخبه شكرا 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 لك يا مصطفى وإن شاء الله مناشدتك انسمعات شكرا لك صلتنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية الضوء على معاناة المعتقل بالسجن الحكومي واللي عاني أهل من إذلال وأهمال متعمد بالوقت نفسه اللي أهلهم يلقون بالابتزاز من قبل القائمين على السجون خارج السجون واللي يصطفون بطوابير طويلة حتى يطبون إلى المواجهة ويشوفون ولدهم المسجنين ويتعرضون لشتى أنواع الإهانات من السجانين وأتباعهم والمعتقلين إلى شتى أنواع التعذيب خلنشوف هذا الانفوغرافك أولاجنا ينتظرون الفرح على جمرة من نار هل منكم الرشيد؟ ليس في الحكومة رجل رشيد فعلى مرءا منها يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين بظروف غير إنسانية ودوافع طائفية وسط غياب تام لأبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وتكتم السلطات الحكومية على حقيقة ما يجري خلف أسوار تلك السجون ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقاف الانتهاكات والفضائع الجارية داخل السجون الحكومية في العراق وضمان محاسبة المتورطين والمسؤولين عنها ومحاكمتهم صور تكشف مرارة الإذلال الذي تعيشه أمهات المعتقلين بوقوفهم طوابير على أبواب السجون الحكومية على أمل مقابلة ذويهم فضلا عن ابتزاز إدارات السجون المستمر لهم لم يكن هذا المشهد غريبا فمن قبله شهد العالم فضائع الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب وعلى نهجه تسير حكومات الاحتلال وسط نداءات من هيئات ومنظمات دولية بالتحرك العاجل لإنصاف المعتقلين نداء لا يستصرخ آذان الفاسدين ومعدوم الضمير فعشرات الآلاف من السجناء والمغيبين قصرة باتوا مجرد أرقام لصفقات سياسية وتواطئ مكشوف مع القتلة من الميليشيات دون الالتفات إلى معاناة عائلاتهم وآلامهم مشهد مؤلم آخر يكشف أحدث ما توصلت إليه الحكومات المتعاقبة في إمعانها بإذلال وتعذيب المعتقلين في سجونها وابتزازها لهم عبر تجارة المخدرات وإجبالهم على تعاطيها ودفع أموال طائلة للضباط وقادة متنفذين داخل السجون مشاهد واضحة يعمى عنها القضاء في العراق في ظل تنصل مستمر للحكومة عن مسؤولياتها تجاه ذوي المعتقلين والمغيبين قصرة ولا أمل في رجل رشيد يعيد للمعتقلين كرامتهم الخريجين القدماء أطلق وسم جديد للمطالبة بإدراج الخريج القديم موازنة 2023 وتعرضت هذه الشريحة للتهميش والإقصاء من قبل الحكومات المتعاقبة والحالية في توزيع الدرجات الوظيفية وشددوا على ضرورة الاستجابة المطالب ومتضمينهم بموازنة 2023 عبر هاشتاك إدراج الخريج القديم بموازنة 2023 وجبناكم بعض التغريدات شيما الأكثر حقا والأشد ظلما والأقل فرصا نحن ضحية الفساد والرشوة والمحاصصة والمحسوبية وسوء الإدارة والتخطيط للحكومات السابقة خالد أحمد ينبغي الالتفات إلى شريحة الخريجين القدامة وإنصافهم كباقية للشرائح التي أنصفت والخريجون القدامة أولى وأحق بالتضمين في موازنة 2023 سيف الخفاجي مستقبلنا ومستقبل عوائلنا أمانة في عناقكم فلا تتهاونوا فيه أنصفونا ولا تهمشونا فأنتم أملنا الوحيد ومضر إياد نحن الشريحة الأشد حاجة للإنصاف ورفع الغبن والتهميش عنها من كل الشرائح المتضررة الأخرى نطالب البرلماء والحكومة بإنصافنا وأعطائنا الأولوية في أي مناقشات خاصة بالميزانية وإقرارها كانت هذه التغريدات حول هاشتاغ إدراج الخريج القديم بموازنة 2023 مشاهدين الكرام رسائل الواتساب التي وصلتني للبرنامج أو الرسالة السلام عليكم أستاذ أفلغالي إلى قناة رافدين وطنية أخي لننسى وقفة آفة عصر نول المالكي الذي قال فيها أنها حرب بين جماعة يزيد وجماعة الحسين وفي زمانه أصبح القتل مباح والجثث في الشوارع واليوم يعود المالكي مرة أخرى ليثير الفتنة الطائفية من جديد بعد أن عرف الشعب هذه اللعبة وبعد أن أصبحت نهاية المالكي قريبة جدا صحابة وخلفاء المسلمين تاج على رؤوسنا إن كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي بنبي طالب وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما لعنة الله على كل من يزرع الفتنة وعلى كل من يروجها ويساندها ممن حكم العراق بعد الاحتلال والسلام عليكم أبو محمد من النروج وأستاذ أفل تحية لك ولجميع الكادر أنت وجميع العراقيين يعلمون أن نهج هذه الحكومة الحالية وكل الحكومات التي سبقتها منذ 2003 هو نهج طائفي وخطابات عائدة للمالكي عندما يخطب ويتبجع بأتباع الحسين وأتباع عزيز هذه هي الخطابات لا تزال موجودة عند قادة هذه العذاب الحاكمة وهؤلاء الذين دخلوا لجامع أبو حنيفة النعمان هم مدفوعين من قبل الأحزاب الحاكمة أعتذر لمن أرسل رسالة أخرى ولم أستطع قراءتها أدركنا الوقت نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشر بإذن الله بنفسهم وعجي في عمان الله